موسيقى صراحة الاستعداد لامتحان بدأ منذ بداية الموسم الدراسي كنت أعلم بجد أن سنة البكالوريا تتطلب ربما جهدا وتركيزا يجب أن يبدأ منذ أول حصص كنا نتلقاها كنت أتابع مع أساسي ذاتي بكل تركيز أعيد دروس بالمنزل من الاستعداد يعني تمارين أو شيء كنت أخذ بكل ما استطيعه من أسباب وأؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيعطي ثمارة إيجابية بعد الله سبحانه وتعالى أنا ممتنة لكل من علمني من قريب أو بعيد لنبدأ أولا بوالداي لأنك تعلم أن الوالدان هم من يغرس فيك معالم شخصيتك للوهلية الأولى لأن التلميذ ليس فقط هو تلميذا وإنما هو إنسان لأن ذلك فأنا ممتنة لوالداي كثيرا لأنهما سانداني لأنهما جعلاني شيماء الحالية بهذا النوع من التمييز والنجاح الذي تريانه الآن وأنا ممتنة كذلك لأساسي ذاتي لكل من علموني طيلة مصاري الدراسي وبصفة خاصة لكل الطاقم التربوي والإداري بالثانوية التأهيلية الرازية شيماء التلميذ صراحة لربما هناك شهادات من أساسي ذاتي أنني دائما أكون هادئة أكثر تركيزا وانتباها معهم لربما أحبه ما يحبون نحن قبل كل شيء كانت بيننا علاقة لربما علاقة عائلة أكثر منها علاقة أستاذ بمدرس أستاذ بتلاميذته أما بالمنزل فانا شيء هادئة طبعا الهدوء هو ما يطبعني لربما في المنزل ولو حتى في المدرسة صراحة بعد هذا النجاح بالنسبة لمصاري الدراسي أنا أقول أنني أحب كثيرا مجال الصحة كل ما له علاقة بعلوم الصحة إن شاء الله أنا أقول حذ نوفر لكل المستدركين هي ليست هو أكيد فرصة ثانية تتعطاهم وأقول لكل راسبي لكل من لم يحلفهم الحظ في نيل هذه الشهادة أنها ليست نهاية العالم ليست نهاية الحياة يا صحيح نهاية موسمي نهاية تجربة لكنها قد تكون بداية تجارب أكثر وأحسن إن شاء الله موسيقى